معلقنا كابتن أسامة أبو زينة ألف مليون مبروك فوز النادي الأهلي النهاردة بلقبه السادث والثلاثون بطولة مهمة جاءت بعد غياب العام الماضي ألف مليون مبروك مجلس إدارة النادي الأهلي ألف مليون مبروك جمهور النادي الأهلي ألف مليون مبروك الجهاز الفني واللعابين الحقيقة أنا عايز أتكلم النهاردة عن حاجة مهمة المكسب لحداتكم شايفينه ده النهاردة ليه خلفية كتيرة جداً لهذا الفريق بالذات أنا هذكر بس يعني أمر مهم بعد المباراة الأولى وفوز 3-0 وجاءت المباراة الثانية في لقب الدوري والفريق ده تلقى الهزيمة 3-0 من نادي الزمالك كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتوجه لهذا الفريق وأقعد معهم بعد إيه؟ بعد الخسارة النهاردة أسطورة كبيرة كابتن محمود الخطيب ومحبوب الملايين النهاردة لما يكون بيدعمك في خسارتك هنا التحول بيحصل تلت مباراة 3-0 نادي الأهلي النهاردة لما بيجي لك الدعم وقت الانكسار بيبقى التغير والتحول رهيب النهاردة التحول مستمر 3-0 على نادي الشمس اللي بمناسبة بنقول له هارد لك قد مباراة جيدة ووصوله النهائي ده أمر عظيم لنادي الشمس بنقول له هارد لك مبروك هارد لك في نفس الوقت طبعاً لأنهم أدوا اللي عليهم الحقيقة فالنهاردة هكذا يدار النادي الأهلي الفريق ده من سنتين عندما رحل منه أربع وخبس لعبات لم يهتز وفاز باللقب بدعم غير محدود من المجلس زالة النادي الأهلي والنشاط الرياضي والحقيقة خلينا تذكر يعني كلمة كابتن محمود الخطيب دايماً بيقولها يعني الحقيقة أنا زعلان أو قالها أنا زعلان عليهم من زعلان منهم فالنهاردة النادي الأهلي بيستمر ودعم المجلس ودعم النشاط الرياضي بيستمر في الأوقات الصعبة أكتر حتى من الفوز كل الشكر لحقيقة لمجلس الإدارة وكابتن محمود الخطيب على الوقوف دايماً جنب الطائرة سيدات مش بس كده كل الألعاب الأخرى كل الألعاب الأخرى النهاردة بتعيش يعني عصرها الزهبي دعم غير محدود والله يا جماعة زي ما بقول لكم أنا جوا النادي وعارف دعم غير محدود الواحد كان يتمنى أنه يكون يعني بيلعب في الوقت ده عشان الدعم شديد اللي بيلقام المجلس الإدارة في كل شيء في كل شيء دعم معناوي حتى بعد إخسارة بتلاقي دعم كبير جدا من كابتن محمود الخطيب النهاردة دعم فني بأعلى محترفين موجودين في المنطقة كلها النهاردة عندها في كل الألعاب كلام ده كله ما بيجيش يعني من فراغ بيجي من دعم واقتناع من مجلس إدارة النادي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة